أذهب الآن إلى جاكلين ماهر من غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية جاكلين برحب بكي طبعاً في التقطية معنا وإزاي ممكن ترصدلنا ما تقوم به الآن غرفة العمليات في وزارة التنمية المحلية هل هناك أي شكاوة؟ هل هناك أي تفاصيل ممكن توضحها لنا؟ كل التحية لك مجدداً إيمان وبالفعل ما زلنا نتابع سر العملية الانتخابية ليومها الثاني لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 نتحدث من داخل غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية ولمزيد من التفاصيل عن أهم الإجراءات المتخذة داخل الوزارة وكيفية التعامل وكيفية المتابعة المباشرة مع كافة المحافظات على مستوى الجمهورية معي الدكتور خالد قاسم وهو المتحدث الرسمي باسم الوزارة ومساعد الوزير وزير التنمية المحلية نتحدث دكتور مباشرة عن كيف تتم وتسير العملية الانتخابية على مدار يومين وكيف تابعتم من خلال غرفة العملية الانتخابية في كافة المحافظات وتحديدا في محافظة الجيزة أهلا وسهلا بحضرتك وأهلنا في محافظات مصر كلها بحضراتك في غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية غرفة العمليات منذ أربعة أيام ربطة مع غرف الأزمات والعمليات في المحافظات المصرية جميعها اللي النهاردة إحنا بنتكلم على المرحلة الأولى بتاعتها أربعة عشر محافظة على مستوى الأربعة عشر محافظة ألف سبعمائة خمسة أربعين مرشح بيتنفسه على مئة تلاتة أربعين مقعد عدد اللجان العام الموجودة تسعين لجنة المراكز الانتخابية أربعة تلاف سبعمائة وتلاتة عشر مركز مقسمين إلى لجان فرعية تسعة تلاف تبنمية واحد وسبعين لجنة زي ما حضرتك تبعتي معنا منذ صباح الزملاء هنا بربطين مع الغرف العمليات الموجودة في المحافظات كل زميل واخد محافظتين من الأربعة عشر محافظة خدنا تمام فتح اللجان جميعها خدنا تمام الصبح تطهير وتعقيم اللجان داخل اللجان خدنا تمام كمان الجزء المتعلق بيه نظافة حوالين اللجان من حيث رفع المخلفات أي إزالات أي إشغالات تمركز كمان لسيارات الإسعاف حوالين اللجان الجزء المتعلق بيه عمليات الفتح الجزء المتعلق بيه الساحات الموجودة والمظلات الموجودة والشوادر الموجودة في داخل اللجان أنه تم تطهيرها في صباح الباكر لاستقبال أهلنا الناخبين للانتظار للدخول للإدلاق بصوتهم برضو التأكيد على ارتداء الكمامات لكافة الناخبين التأكيد كمان على عمل كل البوابات الخاصة بالتطهير والتعقيم وسلامة العملية الانتخابية والحمد لله يعني في حرص دائم أننا العملية الانتخابية تتم في مناخ صحي آمن طبعا وفقا لمكافحة فيروس كورونا المستجد هذا على المستوى الجستي دكتور خالد ولكن اسمح لي لو نتحدث عن أهم مرصة طمو من شك أو ما إلى ذلك من قبل الناخبين أو من قبل أي من الجهات الرسمية والتنفيذية على مستوى المحافظات الأربعة عشر يعني منذ الصباح الباكر ما فيش الحمد لله أي مشاكل جات لنا في الغرفة حتى الآن طبعا على مدى اليوم امبارح حضرتك شاهدتي الإقبال اللي حصل على مدار اليوم امبارح صباح اليوم كان فيه بما أن حضرتك بتكلمي على الجيزة كان فيه ظاهرة في العنصر النسائي من يعني دون الأربعين كانوا موجودين بكسافة كبيرة جدا في صباح اليوم طبعا العنصر النسائي كبيري السن فيه محافظات الصعيد كان متواجد بعد المشهد تغير بعد فترة راحة اللي هي من منذ العصر حتى المساء فيه اقبال كبير جدا من كل الفئات على مستوى المحافظات الأربعة عشر شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير التنمية المحلية تحدث معنا عن كيف تعمل وتسير غرفة العمليات الرسمية بالوزارة ومتابعة سير العملية الانتخابية على مدار اليومين تعمل هذه الغرفة على مدار الأربعة والعشرين ساعة لمتابعة ورصد أي من الشكاوى أو المخالفات وما إلى ذلك إليك إيمان طيب بشكرك جزيلا شكر جاكلين ماهر مرسلات أكسترانيوز وطبعا الشكر موصلة دكتور خالد قاسم